التقييم السلبي الذي توصل إليه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بعد مراجعتهم تطورات أزمة شرق المتوسط يفتح الباب على مصرعي لخيار العقوبات ضد تركيا خيار سيعرض على قادة الاتحاد ليلة الخميس الجمعة الوزراء كلهم أجمعوا على أنهم لم يلاحظوا تغيرا جوهريا في سلوك تركيا بل على العكس فإن الأوضاع ازدادت سوءا حيث نشاطات المسح الزلزالي متواصلة الخيبة جماعية من تجاهل تركيا حزمة الحوافز التي عرضتها القمة على أنقرة مطلع شهر أكتوبر الماضي حدة الأزمة أحبطت جهود البساطة الألمانية عملت ألمانيا جاهدة خلال الشهور الماضية على تسهيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لكن حدثت استفزازات كثيرة جدا وحال التوتر بين تركيا وقبرص اليونان دون أجراء أي محادثات مباشرة اليونان طالبت الدول الأوروبية بوقف تصدير الأسلحة إلى تركيا لأنها قد تستخدم ضد بعض دول الاتحاد أجرينا نقاشات معمقة حول سلوك تركيا حيث أجمع كل الوزراء على أن تركيا لم تتجاوب مع الرسالة الإيجابية التي أتتها من قمة الأوروبية في أكتوبر الماضي الرئيس التركي دعا الاتحاد الأوروبي إلى حل مشاكل شرق المتوسط دون إقصائي أي بلد وجدد في الوقت نفسه رفض بلاده الاعتراف بالحدود البحرية موقف أعقبه تصريح من وزير الخارجية التركي يعرب فيه عن الرغبة بالحوار مع اليونان التقييم السلبي الأوروبي يقود إلى خيار العقوبات ضد تركيا احتمالا ليل الخميس الجمعة خطوة ستكون محسوبة كي لا تدخل الجانبين في دوامة العقوبات والعقوبات المضادة هذا إذا لم تترى مفاجأة دبلوماسية في آخر لحظة ردين الفريد العربية بروكسل